اشتركوا في القناة بمساعة المعنويات مرتفعة بعد الرباعية أمام الوحدة يأخذ الآن أبهى أبهى يأخذ الكورة بركة شوف المباراة ما فيها مقدمات أبهى يقول لا مقدمات في المباراة معه بعد ضرب شوفها هذا جميع وان وصف أنتلوج يلعب الكورة أنتلوج يلعب الكورة الأمام تخبر جزاء الله الله أنا الفارس أنا ضمك أنا فارس كثر من مرة ظهرت في مباراة الهلال وتظهر في هذا المثال فيها اللاعب النوريجي يلعب كورة الأمام ساعد بقير يلعب الكورة تخبر تونس هو هو العمس لأتي لعب نارف الانطلاق على اليمين انتظر أجل اللعبة راح له مباشرة بشكل رائع بشكل رائع عبدالي عمار خلص كورته مرة ثانية محاولة عند أبهى بوسط الملعب خذوا هات البركة مرة ثانية الله الثانية خذوا هات واحد من المدربين اللي وصلوا لعدد كبير عبدالرزاق ساعد بقير بقير قوته على الأطراف لكنه ينهمي على فكرة هذه المباريات في هذا التوقيت عن مباريات الصدارة ساعد بقير يلعب كورة الأمام طويلة ملعوبة محاولة للأمام حارس المربط طالع بوسط أرضية الملعب ركلت زاوية ركلت زاوية خطيرة محاولة الآن عند فريق أبهى في النص جدية لكن مع المهارة تفرق مع المهارة ساعد بقير كارلوس راح كارلوس راح انطلق يلعب العرضية ساعد بقير الثالثة وين محاولة للأمام خطيرة وقف الآن شرحي لخذ الكورة لعب الأمام هذه خطيرة غول هذه خطيرة الله الممدربة أنه يكون أسرع في لعب الكورة ساعد بقير في التحولات على طول يحتاج السرعة للفريقين يدخل كريم العواضي يسجل هدفين اليوم البحث فقط عن الهدفين ركلت زاوية بالعزيمة والإصرار أبهى لا بد أن أبقى مع الكبار لا بد أن أبقى مع الكبار في هذا الديربي وفي هذا الديربي وأنا المستضيف لا بد من النقاط الثلاثة عاد بالتعادل عاد الزعيم عاد زعيم الجنوب الروس اللي دائما نقول عليها تكون صعبة دائما على انطلاق شوف الآن عبدالله العمار محاولة الآن فاروخ تقدم تسديد الله 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 على لعبة جميلة العمار شوف وإشجابك هنا إشجابك على هذه هذه كلمات هذه ألحاني بها شوية من الثقة نعم لكنه هذا الديربي اللي عنده 13 وأربعة عشر هدف اليوم وخمسة عشر هدف ترفين اللي جماعة الفريقين أيوة يهتز الرأس الآن ساعد بغير يقول أعرف ذلك بالعبل الأمام الأولى في المباراة عادت للمحمدي حكم المباراة محمد الهويش يقول انتهى الكلام انتهى الحوار في ديربي رائع ومثير في شوط أول هذه بعيدة هذه التسديدة ساعد بغير لعب الكورة الله 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 تعالوا نشوف الله الله على التسديدة على أهرات ساعد بغير يبحث عن زميل في هذه المواجهة بغير لعب الكورة الحالي طالع مصطفى يختح لنفسه ساعد يحاول ساعد الآن نحن العرضية العرضية لعب الكورة لكن كورة للأمام المحاولة العرضية ساعد بغير لكن اللعب البديل عرض كورة تسديدة لكنها سهلة 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 رائع والجميلة اليوم سيكتب الشعر سيكون شاعرا هنا بالمدلو شرك للجزاء تغربي ايميليو سيلايو شالها شال ويدور مرة ثانية يلعب الكورة اللي ساعد بغير بغير يبحث عن اللعب في العمق لعبها لصالح مرة ثانية بغير خذوا هات نقلة للأمام للأمام محاولة الآن ما زالت العرضية وطاقتها حارس اليوم متألق هذه المحاولة لكنها بالخطأ بالخطأ ساعد بغير الله الله بصمة بغير تظهر بلمسة جميلة شال تحمل الكثير حارس المرمى هذه لا يتحملها بعد تزيد رائعة من ساعد بغير في الزاوية الصعبة وهدف ثاني وما أكثر العرضيات وما أكثر الكرات خطينا ما بالقول الله الله يا فارس أصيل أنا عاشق في المستطيل أرحل الرؤوس نسو الأقدام كورة ملعوبة تقدم الله ساعد بغير ساعد بغير هو هدف التعادل يبحث عن العرضية لا زال الكرات العالية طالع مرمى ووسط مطالبة وركلة جزاء ركلة جزاء يا الله يا يقبها انسجل الزعيم هذه الحالة والعلم عند الله أقول دقائق أخيرة نعم هذا التدف التعادل ساعد بغير ساعد بغير هدف ثالث يا زعيم إنها بالتصميم بالعزيمة يا زعيم ثلاثة هذا الزعيم بالتصميم هذا الزعيم بالتصميم على قدم الرائعة تونسي ساعد بغير في كل مرة يظهر في هذه المناسبات لازم ننتظر الكثير والمزيد لعبا للأمام وقوم الله الله تهى سعيدة في الأيام السعيدة هاترك ومن المدافع هات المباراة منتهت خذوها في الثواني الأخيرة هذه كرات الرأس تصعب بعيدة طويلة عدت هل انتهت مع المشاهدين الكرام نعم محبين في كل مكان عبر الرياضية السعودية ديربي عسير